هذا الرجل اختبأ تحت السيارة لعبور الحدود انظروا ماذا حدث له سبحان الله مرحبا بكم كلنا نعلم وجود ما يسمى عمليات التهريب أو عبور الحدود بطرق غير مشروعة وهو ما يسمى بالهجرة السرية أيضا وللقيام بها يضطر الناس لفعل أمور مجنونة وغير متوقعة البتة في سبيل النجاح في عبور الحدود لدرجة المخاطر بحياتهم وحياة من معهم أيضا فابقوا معنا لمشاهدة أكثر عشر طرق مجنونة لعبور الحدود قام الناس بتجربتها يمكن القول بأن هناك طريقتان لعبور الحدود إما مشيا على الأرجل أو بواسطة السيارة إضافة إلى طريقة العبور بحرا لكن استعمال السيارة هو الخيار الذي يسمح للناس باستخدام مخيلتهم وزكائهم فعلى سبيل المثال تم تهريب هذه الفتاة عبر وضعها وراء لوحة التحكم الداخلية بالسيارة مثل ما حدث لهذا الرجل أيضا والخطير حيال هذه الطريقة هو أن المرأة قد يظل هناك إن لم يفتح عليه من الخارج ربما أسهل وأبسط طريقة قد تكون عبر صندوق السيارة وقد سبق استعمال هذه الطريقة ولا زالت مستعملة في العديد من الأماكن رغم أنها كلاسيكية وتنجح السلطات في إيجاد المهاجرين الغير الشرعيين داخل صندوق السيارة عبر فتحها فقط أما حيلة الكرسي بحيث يتم وضع الأشخاص مكان الكرسي ليظلوا على تلك الحالة طيلة الطريق آملين عدم الكشف عنهم وفيما يلي فقد قام هذا الشاب بما لن يخطر ببال أحد بحيث اختبأ داخل حقيبة ملابس وظل فيها حتى كشفته السلطات في أحد التفتيش الحدودية وفي الحقيقة من كان ليفكر في القيام بأمر مماثل فبالكاد سيتمكن المرء من التحرك والتنفس وإن استغربتم لهذا الأمر فما بالكم إذا الإختباء وسط محرك السيارات نفسه فهذا الرجل ولحسن حظه عصرت عليه السلطات داخل محرك السيارة بعدما أغمي عليه هناك بسبب الحر وارتفاع ضغط دمه ربما كان ليموت هناك في محاولة بلوغ دولة أخرى يرى فيها أملا أكثر مما يوجد في بلاده وبعد كل ما شاهدتم ليس غريبا أن يتم إخفاء البشر أسفل الكراسي في قعر السيارة أو وسط مقصورة الطحين لشاحنة صغيرة لكن الإختباء وراء ممتص صدمات أمر قل ما يفكر فيه الناس لكنه من الطرق التي يستعملها المهاجرون الغير الشرعيين رغم ذلك لكن أكثر قصص الهجرة السرية جنولا هي تلك التي حدثت لمراهق أمريكي يبلغ من العمر 16 سنة بحيث اختبأ في المكان الذي تدخل إليه عجلات الطائرات وظل هناك حتى عبرت الطائرة المحيط الهادى رغم حقيقة بلوغ طائرة ارتفاعات أكبر من 11 كم حيث تنخفض درجات الحرارة لأكثر من 60 درجة مئوية وفي النهاية تبقى رغبة الناس في الهجرة أشد الأمور إعجابا بحيث قد يقبلون القيام بأمور مجنونة ولا يمكن التفكير في القيام بيها البتة لكن الدوافع والظروف تكون أشد قصاوة وتجعل الهجرة لدول أخرى السبيل الوحيد لسعادتهم أو هكذا يتخيلون الأمر فقط فقليل فقط من ينجح في الوصول لوجهته فما رأيكم حيال هذا الموضوع يا أزقاء ولتعرفون أي قصص أو طرق أخرى للهجرة السرية ومنظرتكم للأمر بشكل عامل يترى أخبرونا بأرائكم وتعليقاتكم في قسم التعليقات أسفل الفيديو